هنا بالحي الحسنية تبع مجموعة من الطيور المختلفة وتختلف ثمنتها حسب النوع والطلب طيور في مختلف الأشكال والأنواع ويتمعيز كل واحد منها عن الآخة بمميزات خاصة تجعل الثمن يرتفع فهذه الطيور تبع ابتداء من عشرون درهما وتصل أحيانا من ألفين درهم إلى ثلاثة آلاف درهم وضعوا آلاف الانواع كimenaga ما هو يو 큰 ثلاثة المي وعندنا الموانو وعندنا البروش وعندنا سطيلة وعندنا الكاليبسوس الليزانسي باغابل السمريس قاماتشو جميع الطيور أغلى واحد هو الميستو كي وصلت ميستو سطيلة كي وصلت الواحد 3000 درام 2500 كانت 5000 درام على حساب الكلمات اللي كي يقول أرخص 21 درام كيف يشريون الناس كيف يشريون الباغاب سطيلة اللي داوي ولما داويش 3000 درام ملتع تكي هذا رعب الإنسان وتعرف مثل هذه الطيور المحبوبة والمتميزة بصوتها العذب إقبالاً كبيراً من طرف الملعين بها خصوصاً لدى الأطفال والآباء من مختلف العمار نأخذ فريخات الدري أعززنا عليه المشاش ولهذا تنجيب دي نأخذ فريخات ومشيشات وكلاب والحيوانات الأليفة كلها مزيدة وعلى حسب أنا لا أقدر الجهد لأجيب الإنسان يشري ب1000 درام و500 درام دائماً نأخذ الدري أعززين عليه فريخات يشعر بحل أنه في شيء طبيع وما لا يمكنه بنادم أنا هنا تنبيعون شري غير لأحساب القود لا يمكننا أن نعيش بلا بي إن فهم مظاهرين بي نحس بالحياة والسعادة تعتبر الطيور من الحيوانات الفقارية إذن وتختلف أنواعها وأحجامها وتسميتها حيث أنها تنتشر في جميع أنحاء العالم وتعيش في كافة المناطق الطبيعية وتتوزع بين البيئات المختلفة من الباردة إلى الحارة والمؤتدلة ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة